عن أداء الأسهم الإماراتية خلال تداولات اليوم وطبعا الأسبوع معنا من داخل سوق دبي المالي وائل لمهدي المحلل المالي وائل خلينا نبدأ من سوق دبي والنشاط الكبير الذي رأيناه على بعض الأسهم يعني 900 مليون درهم النزمين ما شفنا هذه الأرقام ودريك أنسكال والاتحاد العقرية تستحوذ على حصة الأسد من هذه القيمة هل هناك أي أخبار ترتبط بهتين الشركتين؟ بالفعل هو أفضل جلسات لم يكن هذا الأسبوع ولكن نتحدث عن قرابة شهر أو أكثر أفضل قيم تداولات بسوق دبي تحديدا اقتربنا كثيرا من المليار درهم في ظل إغلاق أسبوعي هام جدا مايا بالنسبة لنقطة 3660 اختراقها اليوم والإغلاق فوقها عند 3672 هي نقطة إيجابية لأن خلال هذا الأسبوع كان فيه محاولة لاختراق هذه النقطة الفنية الهمة أكثر من مرة من قبل كنا قد اختبرناها ولكن اليوم مع تعزيز الأداء بأحجام سولة جيدة سواء على الاتحاد العقرية استحوذت على نصيب الأسد أعتقد أن كان فيه تدولات أو عملية تبادل للأسهم عند مستوى 89 سبعة تدول السهم أكثر من 100 مليون سهم منذ جلسة الأمس وهناك نشاط واضح على سهم الاتحاد العقرية اليوم بعد هذه التدولات كان في أول ساعة كان مستوى 92 عقبها وعقب ذلك تم تنفيذ قرابة 100 مليون سهم أو أكثر عند مستوى 89 سبعة وبعدها ومن ثم بدأ الانطلاق إلى مستوى 94 في زر زخم وتدولات وارتفاعات جيدة على السهم أعتقد أن فنيا السهم اقترب كثيرا من مستوى الدرهم أكثر من مرة يجرب هذه النقطة ويعود منها لكن هذه المرة هناك زخم واضح على السهم السهم تريكندس كلمون منذ مطلع الجلسة ومع اختراقه لمستوى الدرهمين كان بالأمس عند مستوى الدرهم وتسعين الإغلاق اليوم فتح على ارتفاع 10 فلوس كاملة وحافظ على هذه المستوى أثناء الجلسة وسط أحجام تدولات أيضا كبيرة وسط زخم واضح ودخول واضح للسهم أيضا سهم جي اف اتش استحوذ على جزء كبير من التدولات وكسر مستوى الدرهم وسبعين أثناء الجلسة هذه الأسهم أعطت سيولة واضحة في ظل أيضا ارتفاع الأسهم القيادية رأينا ارتفاع السهم إعمار وارتفاع دبي الإسلامي نعم التدولات لم تكن كبيرة لكن ارتفعات هذه الأسهم القيادية سعادت بشكل كبير المؤشر العام عند السبات هذه أو على الإغلاق عند هذه المستوى الجيدة فنيا أعتقد أن ننتظر الأسبوع القادم أسبوع ساخن في ظل أحجام التدولات التي رأيناها مع نهاية هذا الأسبوع طبعا يعني وائل إذا نظر إلى أعمار ودبي الإسلامي أكثر من 30% نسبة التأثير على المؤشر ولكن بالنسبة للأسهم الأخرى الاتحاد العقرية دريكنس قال ما هي الأخبار في السوق التي حركت هذه الأسهم بهذا الشكل الكبير لنرى 900 مليون درهم نحن نحب نرى أحجام تدول كبيرة هذه صحية في السوق ولكن منذ فترة لم نرى هذه الأحجام وتركيزها بالتحديد على هذه الأسهم ما أسبابه؟ بالنسبة لسهم دريكنس كيل أعتقد أن منذ إتمام عملية إعادة الهيكلة السهم يتداول بقيم مرتفعة ارتفع إلى الآن نصف درهم تقريبا ولزال يستحوز على اهتمام المستثمرين إذا ما قررنا السعر الحالي بسعره قبل عملية التخفيض فنتداول عند نصف درهم تقريبا هذه المستوىات كان فيه تداولات ما قبل التخفيض كان عند هذه المستوىات أو مستوىات الخمسين فلسل كان فيه تداولات قوية لزال السهم يحافظ على هذه السيولة القوية وأعتقد أن اكتيازه أو إغلاقه عند هذه المستوىات في هذه الجلسة يبشر بالمزيد من تحقيق المكاسب خصوصا أن السهم ارتفع قرابة نصف درهم تقريبا منذ عملية إعادة الهيكلة أصبح فيه ثقة بعض الشيء لأن الشركة تعتبر تبدأ من عملياتها من جديد كل الخسائر تم ادفعها بالكامل بالنسبة للتحاد العقارية السهم عاني كثيرا عند مستويات الأربعة وتمانين وتلاتة وتمانين ونصف أعتقد أن عمليات إعادة التقليم والخسائر التي ظهرت في النصف الأول لن تظهر مع هذه النتائج المالية حيث أن الشركة أو البيان الذي صادر من مجلس الإدارة الجديد أنزاك تحدث عن ادفع كل الخسائر وتعديل كل القيم الخاصة بالأراضي وأصبحت القيم قيم عادلة وكان معظم الخسائر متأتية من هذه النقطة أعتقد أن في تفاقل بعض الشيء من المستثمرين بنتائج مالية جيدا اليوم نتحدث عن 20 أكتوبر أعتقد أنه لم يتبقى سوى أسبوعين تقريبا على انتهاء إعلان النتائج المالية إذن في القريب العاجل سنرى النتائج المالية الشركات القيادية إلى الآن الذي تم إعلانه من نتائج مالية خاصة بالقطاع المصرفي والله تماشت تقريبا مع التوقعات في معادة دماكن التي اختلفت قليلا عن التوقعات الخاصة بالنتائج والمهدي المحلل المالي كنت معنا من داخل سوق طباع المالي شكرا جزيلا لك نترقب نبقى في السوق بقية النتائج في المرحلة المقبلة